لا بد لنا من العلم ولا بد للعلم من أن يأتينا على ظهر اللغة العربية ما هي العنفقة؟ كلمة قديمة لكنها موجودة في وجوه نصف البشر وكيف يغلطون في مصطلح الشخصية الاعتبارية أحدثكم عن الآلاف الذين لم يموتوا في الزلزال وعن قصة أبي العلاء المعري مع الدبس ومع العسل وعن الفاقد والمفقود والعادم والمعدوم وعن قديس عند الكاثوليك يحترمه البروتستان ويبجله الشعيون وأحدثكم عن مئة شيء آخر مرحبا بكم أزاي حرف صفير ويخرج من بين اللسان وأعلى الحلق وراء الأسنان العلوية وللحنجرة فيه عمل فبهذا يختلف عن السين الزاي المفخمة تحل محل الصاد في كلمات مثل مصدر وهذا وارد في الفصيح وفي بعض العميات يجعلونها محل صاد أصبر فهي محل الصاد وتتضخم الزاي باتساع التجويف الفموي إذا جاورتها الطاء في كلمات نادرة مثل تزاجة وقطز هذا القائد غير أن هذه الزاي المفخمة تستعمل كثيرا بديلا للضاء في العمية كما في بوزة ويبدل الناس الجيم زايا والزايا جيما في بعض نواحي بلاد الشام قزاز بدل زجاج وفي تونس زوز بدل زوج وزاز أي جاز أي دخل هذا عن صوت الزاي أو الزاء وحرف الزاي نسميه الزاء ونسميه الزاي أيضا ولم نسمع القدماء يقولون كما نقول في أيامنا هذه حرف الزين السيارة بفتح السين القوم السائرون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم وأخذت هذه الكلمة القرآنية أخذا جميلا للسيارة التي تركب الشاربان الشعر فوق شفة الرجل وأسميه كذلك لأنهما يشربان اللبن معه والشعر الذي تحت الشفة السفلى يسمى العنفقة الشفة ثؤلول يعالج باستئصاله وتستعمل في الغالب مجازا لاحق المهدي الزنادق واستأصل شفتهم الشجى شوكة تعترض الحلق أثناء أكل السمك مثلا الشجي المشغول القلب بحب أو هم أو بشوكة علقت في حلقه وقالوا ويل للشجي من الخلي الشدق جانب الفم والمرء يلوي شدقيه وهو يتكلم كي يخرج كل حرف من مخرجه كما أفعل الآن فإذا زاد ذلك نعت الشخص بأنه متشدق الصباغة حرفة الصباغ والمصبغة دكانه وكف الصباغ عن الصباغة واكتفى بغسل الثياب وكيها وظل اسم دكانه المصبغة وتقول لي فماذا لو مرت مئة سنة وزالت اللافتات عن محلات غسل الملابس ألا تزول الكلمة من اللغة بمعناها هذا الجواب بلا تزول هكذا تتغير اللغة قد تبقى كلمة مصبغة ولكنها قد تأخذ معنا جديدا الصوفية أهل التصوف كان أوائلهم يلبسون الصوف الخشن الرخيص إمعانا في إيذاء أجسامهم وزهدا المتصوف الكاثوليكي توماس مور كان يلبس سترة من صوف تحت ملابسه الأنيقة ليعذب نفسه بها وقيل كان يسعى في هذه السترة البق فلا يزيله إمعانا في تعذيب نفسه ورسموه قسيسا هو قسيس لكن رسموه قديسا رسموه قديسا بعد إذ أعدمه هنري الثامن لاستمساكه بالكاثوليكية الطريف أن الكنيسة الأنجليكانية عادت تمجده وتعتبره شهيدا منذ عام 1980 والغريب أيضا أن الشيوعيين مجدوه لموقفه من الفقراء الشرق الأدنى الاسم الذي أطلقه المستعمر الأوروبي على المنطقة من مصر إلى أفغانستان تمييزا لها عن الشرق الأقصى وفضل الأمريكيون تعبير الشرق الأوسط فبالنسبة للأمريكي أوروبا شرق وبلادنا شرق أوسط وبلاد الصين شرق أقصى ويستعمل اليوم في الغرب مصطلح ميناء وتعني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحن نقول العالم العربي الصوت الطبيعي مصطلح تلفزي يعني تلك الأصوات المصاحبة للصورة والتي تضفي عليها حيوية يدرك المرء أهمية الصوت الطبيعي عندما يرى على محطة تلفزة رسمية صورا مكتومة الصوت فتبدو مسطحة تنقصها الحيوية والتقاط الصوت الطبيعي التقاطا جيدا أمر يحتاج إلى جهد ذلك أن كل ما ابتدع من مايكروفونات لا يوازي شطرة ما تلتقطه الأذن البشرية ولسيما عن بعد فلا يقل المراسل في بث مباشر مثلا تسمعون الهتافات خلفي فهو يسمعها بأذنه والكاميرا ترين المظاهرة البعيدة بعد ست التقريب ولكن المايكروفونات لا تستطيع تقريب الصوت البعيد بكفاءة الأذن البشرية الصورة أقوى من النص عبارة فيها قدر كبير من الصحة يحبها العاملون في التلفزة الصورة تغني عن كثير من الكلام ويعلم أهل التلفزة أن الصورة القوية المعبرة تقتضي من التلفزي أن يصمت ولا يشرحها ويقوم بين الصورة والنص صراع في التقرير التلفزي أو في الوثائق ويعجز الإذاع عن إدراك وجوب عدم شرح الصورة لا بد لمن ينتقل من الإذاع إلى التلفزة من أن يعود نفسه على الاقتضاب وعلى مجارات الصورة لا منافستها بعض المحطات لا تتناول الخبر الذي ليس له صور قال محرر تلفزي وغلى غلوا دك زلزال عنيف مدينة وقتل الآلاف وليس عندي صور إذن فالزلزال لم يقع والآلاف لم يموتوا الملقان أنبوب يضع المذيع طرفه في أذنه ويلف سلكه خلف ظهره ومنه يسمع توجيهات المنتج شاشة التلقين شاشة عند عدسة الكاميرا مكتوب عليها ما يقوله المذيع النازحون من شردوا من فلسطين بعد حرب سبعة وستين واللاجئون من شردوا عام ثمانية وأربعين والكلمة التي يرى الفلسطينيون أنها الصحيحة للفريقين المهجرون في الأواني الأخير أطلق اسم النازحين على من فارقوا بيوتهم ولكن ظلوا في سوريا واللاجئين على من اضطروا إلى الخروج من بلدهم النباتي من لا يأكل اللحوم والنباتي المحض من لا يأكل اللحوم ولا الألبان ولا حتى العسل وكذا كان أبو العلاء المعري بدل العسل كان أبو العلاء يأكل الدبس العسل النباتي الأسود وفي يوم أكل دبسا وهو في مختلاه ثم خرج إلى تلاميذه فقال له أحدهم أكلت دبسا يا شيخنا فمسح أبو العلاء صدره إذ عرف أنه أسال قطرة دبس على ثوبه ومن يومها حرم على نفسه الدبس النبات قوم من غير العرب وقيل لهم النبط اشتغلوا بالزراعة في العراق في العصر العباسي وواحدهم النبطي الأنباط قوم من عرب شمال الجزيرة كانت لهم دولة زاهرة منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي وخلفوا مدينة منحوتة في الصخر هي البتراء في الأردن النجم هو الجرم السماوي والسلمائي والنجم أيضا النبات الضعيف والنجم والشجر يسجدان النجيل العشب والإنجيل أحد الكتب المقدسة عند المسيحيين وتطلق أيضا على العهد الجديد من الكتاب المقدس النظير ذو المنصب المماثل التقى وزير الخارجية التونسي بنظيره الجزائري والنظير شكل من أشكال العنصر يختلف في وزنه الذري دون عدده الذري من النظائر المشهورة الكربون 14 وبه يحددون عمر قارب فرعوني مثلا النور هو الضوء والنور النوار أي الزهر الذي يصبح بعد ثمرا واسم المرأة نوار النوع في التصنيف الحيوي أي البيولوجي هو صنف المخلوقات التي تتزاوج وتتكاثر وهو أضيق حلقة في التصنيف والجنس تصنيف أعم لمخلوقات بينها مشابه كثيرة ولكنها لا تتزاود لذا فالتعبير الأدق علميا لوصفنا هو النوع البشري فإذا قلنا الجنس البشري وهو التعبير الأشيع ضممنا إلينا ما يسمى بالنئندرتال ماذا لعندنا العادم والفاقد والطاعم والكاسي والحمائم والصقور اللغة العالية السكة الحديد بأل التعريف للكلمتين كقولك الخاتم الذهب أي الذي كله ذهب وهذا من باب وصف الشيء بمادته ومثلهما الكلمة الخطأ السطرة الخنق اللباس الصوفي الذي يغطي العنق أيضا والتسمية من قبيل وصف الشيء بالمصدر ومثلها الكاتب العدل العادم الأنبوب الذي يخرج منه دخان السيارة والعادم أيضا دخان السيارة نفسه الفاقد معناها المفقود في عبارة فاقد المياه في شبكة المدينة عشرة بالمئة وهذا أسلوب إقامة اسم الفاعل مقام اسم المفعول وعليه خلق من ماء دافق أي مدفوق وفهو في عيشة راضية أي مرضية ومثل ذلك دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي أنت المطعم المكسوب جاء في المأثورات قلة العيال أحد اليسارين واليسار هو الغنى هذا أسلوب طريف من أساليب العربية قال رجل يحب بطنه الحمية إحدى الميتتين وقال الشاعر وفي اليأس إحدى الراحتين لذي الهوى على أن إحدى الراحتين عذابوا وقيل الإياب أحد الغنيمتين نقول سينال علاوة اعتيادية شأنه في ذلك شأن زملائه وفي هذا الأسلوب الشأن الأولى مبتدأ والثاني خبر فهما أبدا مرفوعتان الإعجام وضع النقط على الحروف وكان لقدمائنا عبارات يصفون بها الحروف درءا للتصحيف يقولون الياء المثنات التحتية والباء الموحدة والثاء المثلثة والذال المعجمة والدال المهملة يصفون الحرف حتى إذا ما غلط الناسخ في وضع النقط عرف القارئ من الوصف حقيقة الكلمة ولم يصفوا الجيم لا بأنها معجمة ولا مهملة لأن شكل كلمة الجيم يشي بحقيقتها علوم اللغة العربية النحو والصرف والبلاغة والعروض والقافية هذان علمان واللغة أي رصد معاني المفردات ومخارج الحروف وفقه اللغة المنطق العام للغة وأصول الكلمات والاشتقاق بأنواعه والرسم أو الإملاء قد يتقن المرء من علوم العربية الكثير ثم لا يكتب كتابة حسنة مبينة لغياب الحس الاجتماعي ولضآلة القدرة على التواصل ركز يركز غرسه وركز رمحه في الأرض والمركز بفتح الكاف شاهد العيان بكسر العين من شاهد بعينه نقول شبعة أي كفى بطنه حاجته في الفصحة المصدر الشبعة بكسر الشين وقالوا نال شبعة بطنه أو شبعة بطنه أي ملأة بطنه الشخصية الاعتبارية مؤسسة تعامل كشخص فتدعى إلى مؤتمر وتفرض عليها الرسوم وتحاكم في المحاكم أمام القضاء الشخصية الاعتبارية ليست كما يتوهم البعض شخصا مهما نقول منحت جوائز هذا العام لرجل هندي ومرأة بنغالية ولشخصية اعتبارية هي جمعية نصف رغيف في كولكتا هذه الجمعية من اختراعيه شمط الشعر أي اختلط سواده ببياضه فالرجل أشمط والمرأة شمطاء ويكون هذا عند بعضهم في نحو الأربعين أو دون الأربعين من العمر وعليه فالعجوز الشمطاء عبارة تفتقر إلى الدقة في زمننا قديما كانوا أقصر أعمارا فمن بلغت الأربعين كانت عجوزا صرع أي أصيب بنوبة صرع نقول فلان كان يصرع في الحين بعد الحين والصرع بسكون الراء يسمى الخباط صوب الجملة أي عدها صوابا وأما إذا أردنا أنه أزال خطأها فنحن نقول صححها نقول صوبني فلان إذا قال لي أنت مصيب فأما إذا نبهني على خطأي فنقول صححني التلفاز التلفاز كلمة معربة تعريبا حسنا تشق طريقها بصعوبة عند أقوام يهربون من لسانهم فقد تمسكوا بالتلفزيون الفرنسية ثم فر قوم منها إلى التلفزيون الإنجليزية رغم قسوتها وتوالي كسراتها ثم صاروا يقولون تيفي نشتق من تلفاز بسهولة نقول يتلفز فكيف نشتق من تيفي أنا أقول يتفتف التمكين منح التسهيلات لفئة من الناس كي تلحق بالآخرين ومن ذلك تمكين ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وتمكين البدو ترجمة حسنة لإمباورمنت التنميط ترجمة موفقة لمفهوم يعني تصنيف الناس أنماطا وإطلاق أحكام عامة جارفة عليهم فمن التنميط القول إن الأشخاص القصار حقودون والطوال بله وإن الشعب الفلان يتميز بالمثابرة أو بالذكاء أو بالبلادة المسألة نسبية الحاسوب الكمبيوتر هذا تعريب جيد الحمائم والصقور في السياسة المتساهلون والمتشددون حتى ضمن الحزب الواحد ثمت حمائم وصقور الحوكمة مصطلح مترجم حديثا ويحاول تثبيت نفسه في اللغة العربية ويعني طريقة إدارة البلاد بأهل الحل والعقد مع وجود الضوابط نقول أيضا الحكم الرشيد الدولة الفاشلة أبرز مميزاتها عدم السيطرة على كل الأرض لوجود منافس لها في استخدام العنف وتآكل قدرتها على استصدار قرارات مقبولة من المواطنين والعجز عن تقديم الخدمات العامة والعجز عن التفاعل مع الدول الأخرى بندية الرجل القوي تعبير مترجم يعني الشخص المتحكم فعلا في القرار وإن لم يكن في الواجهة رسميا الرقمية التعبير عن الصوت والصور وشتى المعلومات بأرقام يعيدها الحاسوب عند الطلب إلى حالتها الأصلية وفي النظام الثنائي الذي تسير عليه حواسيب زمننا يستخدم رقمان فقط ما الصفر والواحد وبهما يتم التعبير عن كل شيء وعندما تعمل الحواسيب كميا أو كوانتوميا فقد تتغير الأشياء الشذوذ الجنسي الخروج عن المألوف بطريقة صارخة فلكل إنسان بعض خصوصية فيما يحب ويكره وما يثيره وما لا يثيره على أن الخروج الصارخ عن المألوف هو وحده ما نسميه شذوذا ويقال مثليون لمن يميلون إلى الجنس المثيل نقول صناعة الإعلام وصناعة السينما وتتفق العربية في هذا التعبير مع اللغات الأوروبية كان الأقدمون عندنا يسألون المرء ما صناعتك فيقول الفقه أو الشعر أو الصيد أو أي شيء ومن أمهات الكتب العربية كتاب الصناعتين للعسكري أبي هلال أي صناعتين الشعر والنثر نعود من حيث أتينا المنصحة إبرة الخياط واسمها أيضا الخياط حتى يلج الجمل فيه سم الخياط والثوب المخيط لا يصلح للطواف والخياط هو الحائق فإن كان الأمر يتعلق بمؤامرة فهو يحوكها حوكا وإن كانت جبة فهو يحوكها حياكة وهو في الحالتين حائك أي خياط وهذه قطعة قماش والقماش في الأصل قماش قماش هو كناسة كانوا يلمونه من أطراف البيت ويجعلونه في مجرود أو سفاية ولكن كلمة القماش أي القمامة التي تلمها من أطراف البيت استخدمت لتعني المنسوج الذي نصنع منه ملابسنا فكسروا قافها لتتعد عن المعنى القديم فصارت القماش وصرت أنا مرة أقول قماش ومرة أقول قماش تحيرت في هذه الكلمة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر